تصريح يعني طبعا كلام حقيقي مليون في المية لأنه لا يوجد ضربات جزاء من وجهة نظري ومن وجهة نظر الحكم الأسباني اللي ولا يعرف أبيض ولا يعرف أحمر ولا يعرف سود ولا يعرف أبيض ما يعرفش عاجة خالص ما يعرفش غير إن الكرة دي في الدور الأسباني ما بيحسبهاش قد يكون الحكام في الدور المصري بيحسبوها أو مش قد يكون ده كلام الكابتن جمال مش كلامي بالمناسبة فصح الدور المصري بيه احتواء اللي الكابتن عصام عد الفتاح رئيس لجنة الحكام الوحيد اللي سمعنا كلام كتير جدا يخص الاحتواء ويخص روح البروتوكول وروح قانون موجودة روح البروتوكول روح المش عارف إيه الكلام اللي هو حضراتكو سمعتوه خلال الفترة اللي فاتت فالكلام ده سمعنا كتير ففعلا أنا مع حضرتك يا كابتن جمال في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله وعشان كده النادي الأهلي جاب حكام أجانب عشان النادي الأهلي لا يسعى إلى شيء النادي الأهلي يسعى للعدالة فقط لا يسعى إلى شيء آخر ولكن بدون احتواء بدون أي حاجة بدون حاكم لا ينظر إلى احتواء ولا روح بروتوكول ولا روح بدلة الحاجات اللي احنا كنا بمسمحها خلال الفترة اللي فاتت فالحاكم رأى من وجهة نظره إن الكرة دي مش ركل الجزاء طبعا أنا متأكد مليون في المية إنه حيطلع الكابتن عصام وكل مريدين الكابتن عصام إنه هم يطلعوا هذه الكرة ركل الجزاء على الأهلي عفوا بكل الطرق ولكنها ركلت ليست ركل الجزاء بناء على كلام كتير جدا نبارح بس أنا عرفت في بعض الأوقات لما الواحد بيبقى متضايق بيقعد كده يفكر مع نفسه وانا فيه في يوم من الأيام ظلمت الحكام أو جيت عليهم شوية نبارح عرفت إن أنا ما ظلمتهمش وإن أنا عمري ما جيت عليهم وإن جمهوري النادي الأهلي عمره ما ظلم الحكام ولا جي عليهم عارفين ليه؟ لإنه حكم ولا يعرف أهلي ولا يعرف زمالك شاف إن الكرة دي تتلعب بالمناسبة في حاجة اسمها المساواة في الظلم عادل المساواة في الظلم عادل يعني إيه؟ يعني حتى لو كانت دي ركل الجزاء وهي ليست ركل الجزاء حتى لو كانت دي ركل الجزاء ففيه كرة في نفس الملعب زيها ما تحسبتش أو مش ما تحسبتش يعني هو من الواضح إنه هو بيمشي اللعب في مثل هذه الألعاب هو بيمشي اللعب فدي اسمها المساواة من وجهة النظر الأخرى المساواة في الظلم عادل واللي يسعى ليه دايماً النادي الأهلي هو إيه؟ العدالة التحكمية العدالة التحكمية هو مش كان النادي الأهلي ممكن يتغلب مبارح في الكرة بتاع الأخرانية ممكن جداً كان يتغلب لكن كان هيبقى فيه حاجة اسمها عدالة كنا هنطلع نقول إن فيه حاجة اسمها عدالة تحكمية أو حكم عادل حكم هذي المباراة والأهلي يتغلب لقدر الله يعني اشتركوا في القناة